اهلا بحضراتكم فقراتنا النهاردة فقرة أسرية وهنعرق فيها أيضا على زيارة الإمام الأكبر أو على وثيقة الإمام الأكبر الأستاذ دكتور رحمة طيب شيخ الأزهر مع قادة البابا فرنسيس ضيوفنا الكرام مشرفيننا النهاردة الأستاذة أمال رزقالة عضو مجلس النواب وأمين خدمة المرأة بلإسماعيلية من ورانا أهلا وسهلا أهلا بحضرتك أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الصاوي رئيس تحرير مجلة صوت الأزهر أهلا وسهلا بحضرتك أبونا صوت الأزهر يعني صوت الشيخ مظهر يعني هو مظهر هو الأزهر يا بونا ده مظهر واحد من ألاف ينحز دايما محب جدا الأزهر طبعا ده بيتنا الكبير يعني يعني الأستاذ أحمد أنا عايزة في بداية أهنك وأشكرك على الهوى للعدد الجميل اللي انت قدمتوه صوت الأزهر في يوم عيد الميلاد أعتقد المرتجع بتاعه كان ضعيف أعتقد ده جزء من واجبنا في المرحلة دي وده جزء من منهج الأزهر الشريف الشيخ مظهر وبرضه وضح للمشاهد يا حسين أحمد يعني إيه كنت قدمتوه العدد بالزاد يقول لحضرتك هو فكرة أنه الصورة الحقيقية لموقف الإسلام وما يدرسه الأزهر الشريف عن المسيحية والمسيح وعن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين وردود من داخل من داخل مناهج الأزهر التي تدرس حاليا عن كل الجدل اللي بيصار حوالي التهنئة في الأعياد وكل بناء الكنائس وحماية الكنائس وكل هذه الأشياء اللي طول الوقت بتروج بشكل خاطئ سواء على السوشيال ميديا أو بيستخدمها بعض الأطراف في بعض الجرائم إذن كيف رأيت الوثيقة التي وقعها الإمام الأكبر مع قدس بابا الفاتيكان وأهم البنود التي جاءت فيها من وجهة نظرك هي أيها؟ يعني الوثيقة هي نتاج لجهد كبير جدا بوزل ما بين الحوار خلال فترات الحوار بين الأزهر والفاتيكان اللقاء الذي تم بين فضلة الإمام الأكبر وبين البابا فرانسيس في أبو الظبي وكان اللقاء الخامس خلال فترة قليلة جدا منذ استعادة العلاقات بين الأزهر والفاتيكان بعد تولي البابا فرانسيس والإمام الطيب فيهم ثلاث لقاءات على الأقل كانت فيه خلال العامين الماضيين فقط أحدهم في القاهرة في مؤتمر السلام الذي عقد في القاهرة والبابا فرانسيس جه القاهرة وعمل زيارات متنوعة والثاني كان في روما في المقر الباباوي الشاشة جايبا لنا دلوقتي صورة العدد الأخير من صوت الأزهر واللي بيتصدروا صورة البابا فرانسيس مع الدكتور الشيخ أحمد الطيب الشيخ الجامعة الأزهر واللقاء الثالث كان هو هذا اللقاء في أبو الظبي والعمل على هذه الوثيقة استمر فترة طويلة تم الاستفادة في إخراج هذه الوثيقة من الحوار الجدي الذي تم بين الأزهر والفاتيكان والعلاقة الخاصة التي تأكدت بين فضيلة الإمام وبين البابا فرانسيس وتم تتويج ذلك في أبو ظبي الفكرة الأساسية أو الهاجس الرئيسي اللي ممكن نحس أنه مسيطر على القامتين الكبيرتين الزعمتين الكبيرتين الدينيتين هو فكرة دعم فكرة التعايش والتعارف والحوار لأن طول الوقت عدم التقارب بين الأطراف ممكن يؤدي إلى كثير من سوء الفهم وكثير من التطرف في الفكر جزء من تراص حتى الامتداد ممكن حتى في تشابه الأسماء امتداد هذا الحوار بيرجع في التاريخ لأنه كان فيه راهب اسمه فرانسيس برضو كان جاي مع الحاملة الصريبية إحدى الحاملات الصريبية لمصر كان اسمه الراهب فرانسيس الإسيزي هو القديس فرانسيس وكان جاي طول الوقت الدعاية التي كانت تصار في أوروبا عن المسلمين وعن الذين يعتدون عن المسيحين في الشرق ويعتدون عن المقدسات وهؤلاء الأشرار وكل هذه الأشياء لكن طول الوقت فيه خطاب عنف هو كرجل دين مش متقبل هذا العنف فجيه مع الحاملة الصريبية بهدف واحد أنه يريد أن يحل هذه المشكلة وأنه سيلتقي بملك المسلمين الملك الصالح وسيدعوه لاعتناق المسيحي بالشكل ده وحاس أنه كده هيعمل السلام في العالم فراح ونجح في الالتقاء بالملك الصالح والملك الصالح سمح له بأنه يبقى في المعسكر ويشاهد المسلمين ويتحاول مع المجلس وفي حوارات مهمة جدا حصلت من الملك الصالح والراهي فرنسيس الإسيزي وفي النهاية خرج الراهي فرنسيس الإسيزي بمجموعة من المخاطبات أنه ليس مهما أن يعتنق كلنا أي من نادينا الآخر لكن المهم أن نعرف أن كلنا نتجه إلى نفس السماء وإلى نفس الرب وأن في أحد خطاباته أن المسلمين يذكرون الله مثلما يذكروا الودود القدوس وأنهم يسجدون لله وأنهم فكرة البحث دائما عن المشتركات والتعامل دائما في إطار المشترك الإنساني ودون الخوض في مسائل العقائد لأنه المشترك الإنساني هو اللي بيسمحنا أن نعيش مع بعض وأن نعمر هذا الكون معنا وده أكثر أكثر بكثير مساحة المشتركة أكثر بكثير من النورة الخلافة يعني نعتقد العظمة في أن مع الاختلاف يكون فيه قبول وتسامح إنما لو بقينا واحد وكلنا رجل واحد تتصرفات في الدين في كله فما قيمة الاختلاف وما قيمة التسامح هنا وأن هذا التعايش هو نوع من يعني ليس منا من أي شخص لكنه يكاد يكون فريضة لأنه فريضة وفيه التزام على ذلك في القرآن الكريم وفيه التزام على ذلك في المنهج الإسلامي وفيه تأصيل لفكرة الأخوة الإنسانية في المنهج الإسلامي وهذا ما يدرسه الأظهر الشريف لطوله أستاذ أمالك متحمسة أو يابل الهوى للوثيقة وقلت لي أنها كبيرة جدا وكذا صفحة وشفتيها وحاجة زي كده إيه اللي شدك في الوثيقة أو إيه الجديد لأنه أنا شايف أن طول الوقت بنتكلم عن نفس الفكرة وهي فكرة التعايش وقبول الآخر والتسامح وإلى آخره ما الجديد الذي أتت به أو قدمته هذه الوثيقة أنا عايز أقول لحضراتكم أن فعلا ده الدستور كفله أنا بتكلم كبرلمانية الدستور كفله في مادته مادة 64 ومادة 47 بأن لكل شخص معتقده وأنه له كامل الحرية في اختيار المعتقد بتاعه وله كامل الحرية في بناء مكان العبادة كفل للجميع أنه يصلي ويعمل الشعائر بتاعته حسب الدستور قال كده طيب إيه جديد بقى في الوسيقى ولكن آه ولكن هو إحنا على فكرة أكتر بلد فيها كمية قوانين كتير آي ولكن المهم التنفيذ آه فالتنفيذ إحنا في بعض الأماكن بنلاقي فيها للأسف كنيسة هتنعمل الدنيا تتقلب فيها آه زي الصعيد آي آي آه آه أماكن آه يعني جديد تقريبا ممكن كنيسة مفتوحة مش هتتفتح ده مبتوحة تتقفل كده يقولك المتشددين طب ما هي دي لوحدها كانت محتاجة خطاب ديني تعرف فيه اللي بوز لنا الدنيا وخلى الفكر باز هو انت عارف في القرى وفي الصعيد فيه معمولة حاجة اسمها الزاوية الزاوية دي وحضرتك طبعا اعلم مني بيروح اي حد معين مش طاق يعني مش دارس ولا هو ازهري ولا اي حاجة هو معتقد ايه يروح يابسوا في هذا المكان ان كان راجل متشدد يطلع كل اللي حواليه في القرى دي متشدد الكلام ده زمال لان النهاردة بفيه سيطرة تقريبا كاملة على كل الزاوية من الاوقاف خلينا احنا نبقى واقعيين في الكلام الى الان لسه فيه زوايا بدليل الزوايا موجودة بس الاوقاف منعت فيها خطبة الجمعة اوكي بس مش كلها منعت فيها الخطابة لغير المؤهلين انا دايما الحقيقة بقول على دكتور مختار جمعة حقيقي راجل المرحلة انا دايما بقول عليه اللفظ ده راجل المرحلة غير الخطاب الديني وحد الخطب الى حد ما وده كان مهم جدا انا دايما بقول ان احنا شعب عربي بنحب الدين قوي يعني حتى يطلق علينا ان احنا افيونة العرب هي الدين سواء الدين المسيحي او الدين الاسلامي فلما الخطاب الديني يتغير كل شيء هيبقى حلو احنا بنحب الدين ولا متدين احنا بنحب الدين ولا متدينين لا احنا بنحب الدين بنحبه بس مش متدينين اه ما انا هقولك بقى لان احنا مجتمعات اكتر اكتر نسبة للرشوة في المجتمعات بتاعتنا اكتر نسبة لاختصاف في مجتمعاتنا اكتر نسبة للتحرش في مجتمعاتنا بالزبط عارف لي احنا بنحب الدين لكن مش متدينين بصراح ايوة شكلا اه احنا بنقول ايه اهقول لحضرتك حاجة جاه وقت اتقال محدش يروح يعيد على المسيحيين الأبواق إياها دي إيه اللي حصل ده كان نزل منشور من الأوقاف قامل إخوان ممنوع على أي إمام زيارة الكنيسة الإنجلية اللي بموافقة وزير الأوقاف فحتى دل أستاذ محمود سعى طلع اللغة ده ما فيش بيزور الكنيسة الإنجلية غير مظهر شي انتوا عملين قرار لمظهر شي مهمتا كان عندك كان عليكم سبطات يعاني جامدة المهم فطبع ليه لحد قريب طلع برضو هو هو نفس الشخص يقول ما فيش أعياد ما تعايدوش عن المسيحيين ولكن بقى أنا أقول حاجة بقى إيه الجمال الرق على القيادة السياسية شفت الرئيس عمل في الأول خالص عمل حاجة جميلة ده جمن الطيارة على القاتدرائية صحيح يعني يعني احنا نفسنا ما كناش نعرف انه هيجي او حتى ما جاش في فكرنا انه هو يجي او كان له وزره لو روح البيت عطل قنبالي وزره يا رب جاي من الطيارة اه جاي من المطار من الصفر ولكن هو نزل وانا هقولك ليه هو نزل من الطيارة على المسيحيين وقبلوه بوابل من الزغريت والورد أنا كنت حاضر وشفت أنا كنت شاهد على كلام ده وحقيقي حقيقي كانت فرحة يعني احنا كان ناقص هنشيله من على الأرض شير ده ادى ايه بقى رسالة للجميع ده ناريس هو جاي بنفسي موقف الدورة المصرية ايه من القضية دي هو بيعبر عنه بيعبر عنه اللي حصل ايه بعدها تلوقتي كان احنا دايما ويمكن ابونا عارف ان كان ليلة القدس كان صلاة للأقبض فقط وكانوا تاني يوم كل القيادات بتيجي علشان تعيد علينا اصبح كل محافظ في بلده في اقليه في محافظته بيجي هو وكل الجهات السيادية والأمنية والأحزاب وانا عايز اقول لك في الكنيسة كان تلت الكنيسة غير افبط زوار من اخواتنا المسلمين ده ليه طالما الكبير عمل كده فده بيعلمنا ان احنا كمان نعمل زيه كده يبقى عندنا وانا فعلا من منظركم المحترم ده بقول عايزين يعني يبقى فيه اصبط جامد على الصعيد لان للأسف في الصعيد الى الان الاعدات العرفية الى الان بتحكم كلنا عارفين انا بحب الواقع وقواقعية بتكلم بهذا الخصوص طيب هي ناس كتير بتتقدم للمحاكمات ولكن يرجعوا يقولوا طب هنقعد قاعدة وان خلص الامور فيها انا بتمنى بقى ان السعيد كمان يكون دولة فيها قانون يعني محافظة فيها قانون كل الصعيد كل الاقليم لا 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 كل الاقليم كل الاقليم بتاع الصعيد طيب عارف الاستاذ احمد ديفس اسأله بعد ما شفت العدد حلو بتاع عيد الميلاد ماذا فيه جعبتك من استنارة من منهج صحفي جميل هتقدمه للقارئ في الاعداد القادمة او هتحملها كرسالة خاصة بيك هتقعد تنزلها باستمرار في الاعداد القادمة لان طبعا صوت الازهر ده مش حاجة يستهم بها بتخاطر كل الاقليم هو زي ما حداك شايف انه الامام الاكبر طول الوقت سابقنا بخطوات كثيرة اي وطول الوقت احنا بناخد بننهل من الموجود الريدي جاء داخل الازهر حتى في مسألة ما اشرت اليه سيادة النائبة على فكرة انه فيه بعض المشاكل اللي هي علاقة ببناء الكنائس او بصدرات الكنائس بالعكس الامام الاكبر حتى في هذا العدد اللي حضرتك بتشير اليه بيتحدث عن انه لا يوجد في الاسلام ما يمنع بناء الكنائس او ده عكبتني جدا ولا يوجد في الاسلام فكرة انه حاول ان امنع قالوا الكلام ده في افتتاح بد منص الديني اصل في الدين او جزء من الدين ده جزء الجزء الثاني انه هذه الوثيقة بيتم تحويلها الى نشاط دراسي في هذه المرحلة لسه النهاردة الدكتور محمد المحرساوي اعلن انه مع بداية رئيس جامعة الازهر مع بداية العام الدراسي الوثيقة هيعقد حولها حلقات نقاشية وندوات داخل الازهر مسابقات وبحوث ومقررات وجزء كبير من المحاضرات الاساسية مع بداية الترم الليها علاقة بالوثيقة وتنشطها المهم انه فكرة انه الجهد الذي يبزله الرموز سواء السياسية او الدينية يتحول في النهاية الى منهج يمكن انه يغير كتير من الواقع قبل هذه الوثيقة لو حضرتك تفتكر كان صدر برضو من الازهر الشريف وكان على المنصة الامام الاكبر والبابا توادرس اعلان الازهر للمواطنة والتعايش وبردو كان خطوة مهمة جدا اتكلمت على حسمة مسائل كتير فيما يخص الدولة ومن يعتقدون ان غير المسلمين في الدولة هم مواطنين من الدرجة التانية بالعكس الوثيقة طلعت تتحدث عن الحقوق المتساوية لجميع المواطنين والازهر بيرفو المصطلح الاقليات لا هو كمان في الوسيقى قال الكلام ده انا مش عايز كلمة الاقلية لا المواطنة على كده نصر وبيتكلم في مصارين اساسيين الاول انه انه اقناع او تأكيد على ان المواطنة مصطلح اصيل وانه جميع المواطنين حتى في الدول ذات الغالبية المسلمة يكونوا مواطنين لهم كافة الحقوق والواجبات ايضا بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في مجتمعات غير اسلامية الازهر الشريف بيحفزهم وانهم يندمجوا في هذه الاوطان ويتعاملون معها باعتبارها اوطانهم ويندمجوا في هذه المجتمعات ويحترموا قوانينها ويحترموا نظومها فيما لا يخص خصوصية العقائد لكن يحترموا القوانين ويندمجوا في هذا ففكرة تشجيع الاندماج المسلم في المحبة كمان وتشجيع المسلم على الانفتاح واحترام المواطنة في يعني المصارين الاثنين هو مش بس نظرة الى المشاكل الداخلية في مصر لكن فكرة الاهتمام بأحوال المسلمين في العالم كله والاهتمام بفكرة انه المسلم يكون شخص منفتح على عالمه ومتصالح مع عالمه ومش الاصل فيه انه يكون متصادم او متشدد او متخوف او متقوقع مع نفسه قبل بس سما نقل سؤالنا لسيد النائب انا عاوز اقترح اقترح على ساعتك لو تقدروا تعملوه انه انا شخصيا من المعجبين جدا بالكلمات اللي بيلقيها فضلت المهم الأكبر في المناسبات المتعددة سواء في المؤتمرات او الندوات النقاشية او الى اخر فانا اتمنى انه هذه الكلمات تتجمع كلها في ملحق يكون مع مجلة صوته الازهر وينشر خطاباته او كلماته اللي قالها بقى في مناسبة المولد في مناسبة في لقاءه مع البابا توضروس في لقاءه مع البابا فرنسيس لان كل هذه الكلمات انا بعتبر ان هي زي وسائق مهمة جدا لان هو الحقيقة بيعجبني فيه ان هو بيقاصل المسائل تاريخيا وبيقاصل لها فكريا وفلسفيا ايضا باعتبره فيلسوف كبير طبعا هو استاذ فلسفة استاذ منطق فانعاوز ديالية تجمعه كل الكلمات وفي خطابه الاخير في ابو ظبي انطلق حتى من وثيقتين تاريخيتين نقدر نتسميهم في تأصيل هذا الخطاب وهذا المفتاح الاولى هي موازة الجبل امام تحدث عن موازة الجبل وانطلق منها والثانية هي وثيقة المدينة المنورة ففكر التأصيل الفعل انه في النهاية انه يعني هذا الانفتاح وما ترونه امامكم على هذه الشاشات هو ليس موقف جديد وليس موقف مستغرب لكنه المفترض ان يكون هذا هو الاصل في طب هل نجمع الكلمات دي كلها في كتيب كده هي موجودة وكل مناسبة لها كتيبها وكل هذه الكلمات موجودة على موقع بوابط الأزهر لكن برضو مطروح ان يوعد في كتاب واحد سياغطها في كتاب واحد مطروح سيد النائب يعني الطفل احنا كنا نتكلم في بداية الحلقة نوابوني على النهاردة الخبط الجمعة النهاردة كانت حقيقة موضوعها رائع جدا وهو حقوق الطفل قبل ما تولد انا وانا بجهز معاكم الفقر دي عبل الهوى قولتولي ان الوثيقة تعرضت برضو للطفل معرفش ابونا اللي قال كده يعني الاعداد قال لنا انه والأستاذ أحمد قال ان الوثيقة تعرضت لحقوق الطفل هل قريتك حاجة في الوثيقة عن الطفل من وجهة نظر حضرتك يعني برضو تكلمين عن مجلس النواب حتى يعني بتشناعاته هو طبعا يعني مجلس النواب قوانين فيه عندنا قوانين رائعة للأمومة والطفولة وخط ساخن للحاجات دي ولكن هي لما بتيجي بقى انت عارفين اللي بيأثر فيه نحنا دايما الشق الديني فده لما يعني احنا عاملين مثلا في الكنيسة عندنا لأننا خادمة هناك عاملين حاجات جميلة للمقبلين على الجواز عاملين مرشدين هما ده اسمهم في الكنيسة مرشدين للمقبلين على الجواز لأن أحيانا كتير انت عارف كمان جوازتنا احنا يعني بتبقى ايه صعب ان اتنين يتفرقوا فيها فلو الاختيار صح يبقى الجواز صح الايه فلو الاختيار صح من الاول الاختيار لازم الاختيار ويستمر بعد كده على طريق فبيقولوا يعني بيجوا المخطوبين ويعود اللي لسه بيفكروا فبيقعدوا مع مشيرات مع البنات ومرشدين مع الرجال عشان يتكلموا لأن الطفل ده لما بيجي لذا صحيح المفاهيم ده بيربط بيربط الأب والأم مع بعض ده المفروض يعني الكل بيبقى لثبط على الطفل لكن للأسف ان فيه ناس مش عارفين ايه متى الطفل ده يعني الطفل ده ده نعمة ربنا ادهاله فلازم يحافظ عليها حتى شيخ الأزهر فضيلة شيخ الأزهر قال لازم تاخدوا بالكم من الطفل لأن الطفل ده شيء نادر الوجود هو رجل المستبل ده على فكرة البلد اللي ربنا حبيبها يعني احنا لو اتكلمنا عن مصر مصر انا دايما اقول عليها مصر الفتية لستين في المية من تعداد السكان شباب وده حاجة جميلة يعني احنا فيه بلاد زي السويد والبلاد دي كلها عواجيز يعني مش لقيين عمالة يعني بيستوردوا العمالة من من دول اخرى من دول عربية بالظبط فانا اسمعيلة يا سيد امال يا شيخ ماظر يسمحلي برضو عايز اسألك على حاجة خاصة حصلت في الاسماعيلية اللي هي زيارة بابا توضروس يا شيخ ماظر كان يوم الاربع والخميس الصبح دي كانت زيارة تاريخية فانا عايزة تحكي للمشاهد برضو وخاصة الجانب الوطني منها انا شفت كل القيادات السياسية وقوات المسلحة وقناة السويس وجامعات وعضاء مجلس النواب كانت يعني احتفالية جميلة فاحساسك انت كنائبة في الاسماعيلية يا سيد امال عن زيارة البابا واهم دروس اللي احنا ممكن نقولها لان فيه مثلا ممكن نقول البابا رايح مكان النهاردة فممكن مثلا نعرف ان ده الخير فايه الخير اللي قدمته الزيارة اللي تمت لسبوع اللي فات لشعب الاسماعيلية اولا دي زيارة احنا بنعتبرها في اسماعيلية زيارة تاريخية اي فاحنا قعدنا نتجهز اي للعريس اللي جايلنا في اسماعيلية اه وانا مش لقي اجمل من كلمة العريس اللي انا بقول عليها لانه فعلا زيارة كانت كلها فرح اي اه عايز اقول لك جيش شرطة الهيئة الازهر الاوقاف اه كله كان مستعد اه طب انا هقولك على حاجة اه الفرق ما ميش اه ده لا ده فيه حاجة كده بسيطة مثلا حصلت اه اللي هو محافظ الاسماعيلية حمدي عثمان اي شوف من كتر التأمين عمل ايه اه جيه قبل ما ييجي اه قدست البابا اه قدست البابا بشوية راح راح لأول الكنيسة اه قلع الشوز بتاعه يا سلام ودخل بنفسه يفتح في الدوليب ويبص لاحسن يكون فيه حاجة تحطت كده ولا كده ده من كتر ما هو خايف على الزيارة شوف قد ايه اه الهيئة اه عايز اقولك اه انا مثلا فيه ناس هو كان فيه عدد معين على قد المكان كل شوية لقى التليفون بيضرب يقولولي عايزين يجي نحضر احزاب وكتل وحاجة زي اقولهم يا جماعة خلاص المكان معادش سامح كانت فرحة غامرة غامرة وتاني يوم بقى دش يوم الخميس مبارع دش كنيسة الانبابولة اللي هنحتفل بعيد نياحته بكرة اتنين امشير ايوه بالضبط نهني دير الانبابولة في البحر الاحمر ونهني كنيسة الانبابولة 15 مايو ونهني كل كنيسة الانبابولة في الاسماعيلية وكل كنيسة الانبابولة في ارض الجلف وكل الكنيس اللي على اسم الانبابولة القديس العظيم ده شيخ مظهر يعني من الناس الزهد النساك اللي ألقى بهمه على الله ولم يعول الأكل والشرب وكان الله يرسل له يومياً كان قاعد في الجبل في البحر الأحمر كل يوم مص خبزة بفم وراب وعالوا على هذا الأمر 90 سنة من الزمان من غير أكل من غير شرب وكان قصة جميلة وعرفنا قصته بزيارة مباركة تمت بعد كده في أول القرن الرابع بين الأنبى انطنيوس أبو الرهبان وبينه ربنا بعته عشي روح يكفن جسده وتكريماً لي يا شيخ مظهر القديس أساناسيوس الرسولي حامل إيمان اللي هو يعني في التاريخ من أعظم البطاريكة في الكنيسة ادالوا اللبس بتاعه يتكفن به يا سلام فبكرة كل ساهم طيبين نهاردة العاشية وبكرة إن شاء الله فأنت حضرتك شفت القصة من هذا المنظور الوطن آه طبعاً زيارة كانت مبروكة شفت فيها الدف وكانت لا يمكن الزيارة دف إيه بقى يا بونا يعني حقيقة أنا كنت هناك وكنت شايفة فرحة الأمن نفسه وخفهم علينا وجيش أنا فعلاً أنا بتقدم بكل شكري للقوات الأمن والجيش والشرطة يعني الكل كان واقف قبلها على فاكرة بفترة وساعة بقى دخوله يعني مهما أقولك من الرهبة والجمال أنا أنا مسميه العريس اللي جيه اسماعليه حقيقي جيف الرحمة آه جيف الرحمة نفتح لأننا حاسس أن الناس بتتصل اللي عايزة تكلمنا يعني إدوا إدوا فرصة للناس تتكلم إدوا فرصة يا سيد حسامي يتصلوا بينا لو في حد عاوز يوصل لنا ولا حاجة كنا من شوات نتكلم عن الأطفال وعن الطفولة وعن 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 وجيه موضوع الختام في النص كده فسيادتك لما بتسمع عن الطفل وحقوق الطفل إيه اللي انت شايفه الطفل محتاجه في هذه المرحلة إيه اللي احنا مش عظيم بلنا منه كإعلام مثلا أو مؤسسات مش عظيم بلها منها الطفل واقع من الدولة فين بالزبط أو يعني هو أنا كصحفي وكإعلامي ما فيش محتوى إعلامي في مصر مهتم بطفل بيتقدم محتوى للأطفال بشكل محترف معظم أطفالنا بيعودوا قدام قنوات مصرية يعني بيتفرجوا عليها والحد النهاردة المبادرات اللي بتتعامل في هذا المجال هي مبادرات بسيطة ومش مدعومة بشكل كافي يعني حضرتك إمتى آخر مرة شفت على خريطة برامج قناة هو هنا في المحور برنامج بيتزع بعد برنامجنا على طول كل يوم جمعة اسمه أطفال ولكن بتقدمه للزميلة الأستاذة مارو عزام برنامج كويس لكن واحد بس بشكل لا بس في مبادرة جديدة للطفل أطفال للمدارس سيادة الرئيس عملها لا أحب بنتكلم في الإعلام لا أحب بنتكلم في الإعلام لكن طول الوقت موظم حتى في دول حوالينا عندها قنوات كبيرة تشتغل بشكل 24 ساعة واخد عيالنا كلها طول الوقت قاعدين قدامهم حتى في خطورة في بعض الحاجات اللي بيشوفوها وحتى يعني فيهم حاجات مفيدة طبعا في هذه القنوات بتعلم اللغة وبتعلم بعض المهارات لكن الإعلام المصري ما عندوش مشروع وما عندوش توجه ناحية الطفل خالص يعني واجع من الدولة في المنطقة وحتى المبادرات الأساسية أو بعض الحاجات اللي كانت بتطلع من التلفزيون المصري مش متواجبة مع العصر إحنا دلوقتي بقى عندنا طفل بيقدر يوعد على فيسبوك وعنده وسائل التصوير بقلص بقى وبقى ما نجل لسه نتكلم معه الحاجات البسيطة دي فدي محتاجة يعني اهتمام ومحتاجة نوع من إن إحنا نقدر نطور وسائل إعلام حقيقية موجهة للطفل في مصر الطفل اتغير في مصر بالتأكيد طبعا زي كل حاجة ما بتتغير يعني العالم بيتغير والطفل جزء من العالم بالعكس الطفل استعابه لوسائل الاتصال أسرع من الأجيال اللي قبل منه وتلاقي إنه طول الوقت مشغول بالعالم صحيح مشغول باللي بيحصل فاهم إيه القصص اللي هنا وإيه القصص اللي هنا فإنت محتاج بناء على مستجدات هذا العصر تقدر تصيغ خطاب إعلام طب ده في الإعلام في غير الإعلام يعني مثلا عند الأظهر عن التربيه والتعليم عند المجتمع المدني الكنيسة الطفل واخد حقه عند المؤسسات دي ولا برضو ناقصهم لو هنرجع للوثيقة الوثيقة اهتمت اهتمام كبير بفكرة مؤسسة الأسرة ومن تحت مؤسسة الأسرة حقوق الطفل وحقوق المرأة وحتى حقوق المسنين داخل الأسرة فعندنا إطارات كتيرة مرجعية نقدر نستفيد منها ونتحرك منها ونطلع منها تشريعات ونطلع منها مشروعات ونطلع منها شغل بس المهم يكون فيه يعني إرادة حقيقية النقطة لحدك أثرتها بتاعت الإعلام نقطة مهمة جدا وبتعبر عن حاجة مفتقدة جدا في المجتمع المصري وفيه اهتمام يعني احنا شوفنا حتى السوشيال ميديا الفترة الأقيرة بيحصل نعمل اهتمام بمشاكل تخص أطفال وحتى بيحصل ضغط وبيحصل تحرك من أجهزة سواء المجلس الطفولة أو غيره للتحرك فيه مبادرة مهمة جدا عميةها وزارة التضامن للتعامل مع أطفال الشوارع خصوصا في الفترة بتاعة البرد بتاعة اليومين اللي فاتهم وخط ساخنة عمل وبقى فيه ناس فعلا بتكلموا الخط الساخن والعرباء تتحرك فورا تجيب الناس اللي موجودة ففكرة توظيف الإعلام ووسائل اتصال فيه رعاية أو دعم مثل هذه الأمور مسألة مهمة جدا طيب احنا ناخد فاصل وبعد فاصل نستكمل حوار معكم بإذن الله بعد فاصل قصير نستكمل معكم الحوار في برنامجنا الصديقان إن شاء الله السيدات والسادة عودة مرة أخرى لبرنامج الصديقان في صحبة أخويا وحبيبي وصديقي فضلت الشيخ مظهر شهين وكذلك أيضا نسعد بصحبة الأستاذ الصحفي الجميل أحمد الصاوي رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر والنائبة الجريئة الجميلة الأستاذ أمار رزق الله عضو مجلس النواف الإسماعيلية كنا توقفنا في النقاط السابقة ولكن أبدأ في تقديم السؤال سيادة النائبة أمار وقولها أجمل حاجة شفتيها السنة دي قدمها الرئيس السيسي للأطفال قدم أجمل حاجة حصلت وعايز أقولك دايما نعينه على حاجات إحنا مش واخدين بالنا منها في الفترة اللي فاتت دي لقينا الولاد يعني معظم الولاد قصيرين شوية بالإضافة الأطفال اللي في وشهم بقعة فقال لازم يتعمل لهم تحليلات عشان نشوف الأنميا والتقزم فبدأنا في إسماعيلية عندنا بتلت مدارس 1500 طالب اتعمل لهم تحليل والولاد اللي هم فعلا لقوا عندهم أنميا يعني هم كانوا بيقسوه على سنهم ويشوفوا هل ده طبيعي ولا مش طبيعي لما كانوا بيلاقوا حالات زي كده فكانوا بيحولوها على مستشفى أبو الريش علشان يتعاملوا معها صحية إن شاء الله المشروع ده هيبقى على الكل من أول مارس إن شاء الله هيبقى معمم على المدارس كلها ودي حاجة تحسب لسيادة الرئيس السيسي هو عندي بس دلوقتي هم يحضر مشروع قومي هو كان على مناطق القناة وبعد كده هيعمم في الجمهورية كلها لأن طبعا إحنا حاليا في 100 مليون صحة ودي الحقيقة عاملة يعني شغل غير عادي طب التقزم ده له علاج بالتنزية بالتنزية ده له علاج طبعا ليه علاج بيبقى ليه حقا وليه علاج اكتشافه مبكرا يساعد على علاجه ما هي الأنيميا بتخليه دايما يتقزم أه قليل شوية أنا دايما أقول يعني أنا عايزة لأم والأب ياخدوا بالهم من طفلهم أصلا أكتر حد عينه على الطفل الأم يعني يعني فيه ولاد ابتدوا أنه هم من الأفلام كل عيل دلوقتي معادش بتفرج على الكارتون اللي كمان في التلفزيون لا لا خلاص بقى كل واحد معا تليفون شغال عليه كل واحد معا تليفون وقاعد بيتفرج عليه دل واحد بيستلف ابنه دلوقتي عشان راح بعمش وراء عشان يجيب له حاجة بيستلف وبيعود يستأذنه ويرتب معا قبلها بيوم يعني فبييجي الطفل بيتفرج على إيه عايزين نشوف ما فيه أفلام كارتون يعني فيه مثلا أنا شفت يعني دي أنا شفتها في حافتتي لأيناها تشاقت مرة واحدة وابتدت توقع الحاجة على بعضها وتجيب البيض من التلاجة تنزله تقصره فبصينا لقينا أتاري الفيلم اللي هي بتشوفه كده كده يعني بنت شائية وبتعمل كده والولاد يجيبه الألوان على البيض على يكسره الدنيا وما هدها غلط يعني مفروض كل أم تبص من ساعتها بقت بنتي على طول عنها في تليفونها تبص تشوفها هي بتتفرج عليها بعض الجرائم تمت هنا نتيجة تقليد لأفلام معينة أجنبية أه أفلام بصيبة جريمة فعمل زيها بزا احنا فاكرين زمان فرافيرو أنا جايه والعالكب بتنط من فوق وبتعم فيه حاجة كتير يعني فيه حاجة زي كده أنا مركز بس عشان الرسالة بتاع صوت الأظهر رسالة مقروعة فأنا يعني قلقني المحتوى هفرح كل ما شوف عدد بينزل وفيه محتوى جيد فأنا بخاطب يعني وجدان الطفل المصري فحضرتك كنت بتتكلم منذ لحظات على أنه كثير من الوسالة العالمية تفتقر إلى البرامج المتخصصة للأطفال وبتشوف حضرتك أن قنوات بالكامل أجنبية هي التي يشاهدها أطفالنا المصريين ايه الخطورة في ده بقى؟ ونعجوه ازاي؟ طبعا فيه خطورة هو بالنسبة للأظهر الأظهر عنده مبادرة أنه عامل برضه مجلة للأطفال صنعها مجلة نور والأوقاف فيها مجلة الأطفال وفيه أكتر من مجلة لكن حدود معلومات مجلة نور فيها مجموعة من الرسامين المحترفين وصنع المحتوى المحترفين الخطورة الحقيقية أنه الطفل ساعات بتوصلوا رسائل مش مناسبة في سنه مثلا أو مثلا رسائل لها علاقة بالعقيدة رسائل لها علاقة بمناسبات وطنية بمناسبات للدول التي تبس هذه القنوات بيطلق بطل معلومات هو بيقراها لأنه في النهاية أنت منتش عارف اللي بيعمل هذا المحتوى بيعمله على أي أساس وبيعمله بيعمله إزاي؟ يعني هو الأستاذ أحمد مثلا هو ممكن ربما يكون مش عاوز يقول الكلام بصريح أنا أقوله يعني لو أنت عند القناة مثلا أطفال في دولة شيعية بتتكلم في العقيدة الشيعية هم حرين في عقيدتهم بس الخطورة إيه؟ اللي بني هيشوف الكلام ده فممكن يتأثر به الابتكاك المبكر ده فهيبعنده حاجات بتختلف ساعات مع عقيدته يعني احنا عارفين فيه بعض الأمور الخلافية بيننا وبينهم فهو هيبدأ يتبنى وجهة نظرهم هم في اللي بيتقال له في العقيدة النغة في مجتمع سني والعكس نفس الشيء برضه لو أنت في المعلومات يعني في بعض المعلومات يعني مثلا في بعض القنوات مثلا عندها تفسير للتاريخ الفرعوني نفسه للطفل بيدرسه في المدارس مختلف فتلاقي الطفل ييجي يسألك هو مش الملك فلان ده هو كان كذا وكان شغط في الكارتون حاجة معلومة تانية فهي طول الوقت فيه التاريخ اللي تكتب بمزاج مش بالحقيقة بمزاج أول اللي كتبه شخص مش مصري فمش مطلع بما فيه الكفاية نفترض حسن نيوي مش مطلع بما فيه الكفاية فكتب أخطاء كثيرة منهجية في النهاية لما يجي يقارنها مع اللي بيذكروا أو بيشوفوا في النهاية يعني احنا شرفنا بيكو جدا نورنا وشرفنا نورنا وشرفنا سيد أمال رزق الله عضو برلماني من ورانهم شرفانا أهلا وسهلا نتمنى أن نلتقي بيكو رايب في موضوع برضو يكون أسر إن شاء الله في نفس موضوعاتنا الحوارية بإذن الله رايب أبونا شكرا جزيلا أفاجه مازر ألف شكر ألف شكر أصحابيتك الجميع الجمعة القادمة معكم في الصديقان إن شاء الله في أمان الله